بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي الاعزاء اهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله بازن الله النهاردة جماعة هنتكلم عن المربع وعن قانون مساحة المربع بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي الاعزاء انا النهاردة يعني بعرض لكم شكوى من اضلاع المربع الاربعة طبعا هما جولي وبيقولولي شفت يا استاذ احمد اللي حصل بعد العمر ده كله وبعد ما كان بابا المربع بيعتمد علينا في كل حاجة ده احنا اللي كنا في الساحة وكان بيعتمد علينا في قانون المساحة وطول عمر مساحة المربع بتساوي طول الدلع في نفسه لحد ما ظهر ولدين اسمهم الكترين واصبح للمربع قانونين قانون لينا يا استاذ احمد وقانون تاني للكترين وبدأوا يغنوا البابا بدأوا يغنوا البابا المربع بدأوا يغنوله ويقولوله انزل يا مربع في الساحة وبالكترين هنجيب المساحة واصبح قانون المساحة مساحة المربع بتساوي نص طول الكتر في طول الكتر انا طبعا بقول لكم يا ولاد ما تزعلوش ما تزعلوش ابدا من بابا ده انتم الاصلي دايما وطول عمركم في الفؤاد طبعا يا جماعة احنا عرفنا ان اصبح لمساحة المربع قانونين القانون الاولاني اللي هو مساحة المربع بتساوي طول الدلع في نفسه اما القانون التاني اللي هو مساحة المربع بتساوي نص طول الكتر في طول الكتر السؤال اللي معنا يا جماعة بيقول اكمل ما يأتي نمرة واحد مساحة المربع الذي طول كتره تمانية سنتي تساوي كام سنتيمتر مربع طبعا يا جماعة بسرعة كده نتذكر القانون اللي احنا لسه قيلينه دلوقتي ان مساحة المربع تساوي نص طول الكتر في طول الكتر تمام يا جماعة طب احنا عدينا طول الكتر بتمانية بتمانية سنتي يبقى نص طول الكتر بكام تمام يبقى يساوي اربعة طبعا في طول الكتر. طيب ما احنا قايلين ان طول الكتر بتمانية. يبقى يبقى بتساوي اربعة في تمانية تساوي اتنين وتلاتين سنتيمتر مربع. السؤال التاني بيقول يا جماعة مساحة المربع تساوي نص حاصل ضرب نقط. تمام بتساوي نص حاصل ضرب طول الكترين. يعني يا جماعة احنا عايزين نقول ان مساحة المربع ممكن تتقال او ان قانون نقوله بطريقتين. بنقول ان هو نص طول الكتر في طول الكتر او ممكن نقول ان هو نص حاصل ضرب طول الكترين. معنا مثال يا جماعة بيقول ايهما اكبر في المساحة مربع طول كتره عشرة سنتي ام مسلس قائم الزاوية طولة بالعي قائمة تمانية سنتي وخمستاشر سنتي. طبعا زي ما ظهر قدامنا جماعة المربع اللي قدامنا هو. بنتذكر القانون قانون مساحة المربع بيساوي تمام نص طول الكتر في طول الكتر. طبعا cordsهوônوا تقول لي طول الكتر بعشرة. يبقى نص طول الكتر بكم? تمام ان Pike نص طول الكتر بخمسة في آآ طول الكتر بعشرة. خمسة في عشرة يساوي خمسين سنتيمتري مربع تمام. نشوف المسلس اللي قدامنا يا جماعة. ونقول مع بعض مساحة المسلس. قولوا معي. اي وايوة. يساوي تمام نصطول القاعدة او نص القاعدة في الارتفاع. طب ما هي القاعدة قدامنا جماعة بكام? بخمستاشر سانتي. بخمستاشر سانتي. يبقى نصها كام? تمام? يبقى نصها سبعة ونص سانتي. يبقى سبعة ونص في الارتفاع. طبعا احنا عرفنا ان التمانية سانتي هي الارتفاع طبعا لان هذا المسلس خليباته جماعة قائم الزاوية. قائم الزاوية. تمام? يبقى هذا الدلع عمودي. هذا الدلقة طبعا عمودي على الدلقة الاخر. يبقى سبعة ونص في تمانية يساوي ستين سنتيمتر مربع. يبقى كده يا جماعة نقدر نعمل المقارنة. سنجد ان مساحة المسلس اكبر من مساحة المربع. مثال يا جماعة بيقول المربع الذي مساحته اتنين وتلاتين سنتيمتر مربع يكون طول كتره يساوي نقطة. طبعا يا جماعة احنا عارفين قانون مساحة المربع يساوي نص طول الكتر في طول الكتر. وطبعا هو عطينا يا جماعة ان المساحة بتساوي اتنين وتلاتين. ونشتب على مساحة المربع كده يا جماعة وليكتب اتنين وتلاتين. انما الطرف التاني طبعا في مشكلة. ليه بقى? لان احنا موجودة عندنا نص طول الكتر في طول الكتر. طبعا نص طول الكتر واقف يا جماعة. يعني زعلان بيقول انا ليه مبقاش زي اخويا اللي جنبي اللي هو طول الكتر. انا في مشكلة عندي اللي هي النص وانا عاوز اتخلص من النص. فطبعا هو افتكر يا جماعة السين لما كانت بتحب ان هي تتخلص من اي حاجة معها في الحجرة او في الغرفة اه اللي معاها. كانت بتتخلص بايه يا جماعة? رابب الكمبلة العكسية الكمبلة المضادمة. هو فكر طبعا يا جماعة. قالك انا ممكن اتخلص من النص بالضرب في كاما جماعة? بالضرب في اتنين. يبقى ممكن انا اضرب في اتنين. هلاقي نفسي ان انا تخلصت ايه طبعا من النص. ولكن في آآ طبعا شرط مهم واساسي. انا عشان آآ استخدم المضادة كامبلة العدسية لازم نستخدمها جماعة في الترفين لان الترفين متساويين. فطبعما هنا حطيت كامبلة لازم لان ينحيه تاني وقته جماعة كاملا. فطبعا طبعا انا ضربت في الطرف دا دا هذا في اتنين. الحجرة الاولانية برضو اللي هي الطبعا اللي موجود فيها لاتنين وثلاثين. اضرب برضو في ايه? في اثنين وثلاثين طبعا اللي هي مساحة المربعة تضرب في اثنين تبقى بكاما جماعة فعلا بتبقى باربعة وستين اما الطرف الثاني طبعا آآ قدرنا من احنا نتخلص من النص بالضرب في اثنين واصبح طبعا طول الكتر فرحان الحمد لله بقول انا بقيت زي اخوية وبقيت طبعا زي بعضينا بالزبط واصبح عندنا في الطرف الثاني موجود تمام طول الكتر في طول الكتر العدد اللي نضربه في نفسه يديني اربعة وستين تمام جماعة اللي هو التمانية في تمانية معنى مسال يا جماعة بيقول كتعة ارض على شكل متوازي اضلاع طول قاعدته 18 متر وارتفاعه على تلك القاعدة 10 امتار موجود بداخلها طبعا بداخل آآ كتعة الارض دي موجود حديقة على شكل مربع طول كتره 8 امتار طبعا هو طالب مني بيقول لي اوجد مساحة الجزء الغير آآ مزروع طبعا يا جماعة ان كتعة الارض دي يملوكها هذا الرجل هذا الرجل طبعا بيملوك بتاعة الارض وطلب من الولد الصغير دوت ان هو يزرع له آآ جزء من الارض او حديقة داخل الارض طبعا الحديقة دي على شكل مربع زي ما حدفتوا شايفين والولد زراحها طبعا يمينة جدا فهو صاحب الارض بيسأله بيقول له طب هو فاضل قد ايه آآ ما تزرعش من الارض بتاعتنا يعني لو حبينا نزرع باية الارض فطبعا قال له مع حضرتك دلوقتي آآ لو عاو استعرف مساحة الجزء الغير مزروع هو عبارة ما احنا الارض قدامنا كلها ايه ما تزرعش منها الا المربع دوت اللي هو الحديقة ما تزرعش منها الا ايه الحديقة فلو عاو استعرف الجزء الغير مزروع هو عبارة عن الارض كلها مساحة الارض ننقص منها لو شدنا منها الحديقة لو نقصنا منها الحديقة هيديني الجزء الغير آآ مزروع تمام يا جماعة يبقى واحدة واحدة كده انها نجيبه الاول نجيبه الاول مساحة متوازي الاضلع آآ تمام اللي هو مساحة الارض بيساوي طبعا عفيني بقانون تمام طول القاعدة في الارتفاع يبقى بيساوي 18 في 10 يساوي تمام 180 متر مربع طب نخش بقى على الحديقة جماعة لو حبينا نجيب مساحة الحديقة اللي الولد الزراحة ديها اللي هي مساحة المربع مساحة المربع طبعا احنا عرفنا القانون بتاعه اللي هو بيساوي نص طول الكتر في طول الكتر طبعا جماعة هو عاطيني طول الكتر ب8 امطار تمام يبقى نص طول الكتر بكام تمام ب4 نضربها طبعا في طول الكتر ايوة ب8 يبقى 4 في 8 كام ب32 متر مربع يبقى ازا جماعة مساحة الجزء الغير مزروع هو عبارة عن مساحة الأرض اللي هي مساحة المتوازي منتوق مساحة متوازي الأضلاع منقص منها الحديقة الحديقة اللي زراحة ديها اللي هي مزروعة اللي هي مساحة المربع يبقى بيساوي 180 تمام اللي هي مساحة ناقص مساحة المربع اللي هي بـ 32 تمام تساوي 148 متر مربع نشكركم على المتابعة مع نفهم نتعلم بسهولة وبساطة